المستحيل ليس أهلوياً بالأرقام والتاريخ النادي الأهلي هو واحد من أعرق الأندية في أفريقيا والوطن العربي وده طبعاً بما حققه من إنجازات وأرقام تصعب على غيره ومهور الأهلي دايماً معتاد على الفوز الفريق بأي بطولة بيشارك فيها في كل موسم متبقى أوت جمالة جمهور له طبعاً عشان كده مثلاً إحنا جمهور الكورية المصرية عندنا متب بصراحة شكراً دورتنا إحنا نتكلم مع حضراتكم عن إنجازات وأرقام الأهلي إيه هي حظوظه في تحقيق السوبر الأفريقي وهنتكلم كمان عن مشاركته في كياس العالم الأندية معنا دفنا نورنا في السوديو محمد عرائي الناقد أريودي سباعة الخير عليكم نورنا في السباعة سباعة الخير عليكم ومانا إزايك وعلم بك سباً خير أهلاً بك الأرقام الحقيقة أرقام فعلاً تاريخية لنادي كبير وعريق زي النادي الأهلي لقب الحداشر لو هنتكلم عن أرقام النادي الأهلي التاريخية بشكل عام قبل ما ندخل بقى في سياق المباراة وحظوظ بعد كده النادي الأهلي والتفاصيل دي خلينا نتكلم مع حضراتك الأول عن الأرقام التاريخية للنادي الأهلي نعم الله الأهلي لما نجي نتكلم عن أرقامه أكيد هنتعب جد يعني مش هينفع تبقى في حال أكيد أو في فاكرة أنا أخد الموضوع يبقى صعب جداً أن أنت تسريدي أرقام النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي حتى مختلف على حاجة قصة أن الأهلي أفضل نادي في أفريقيا وطل العربي في العالم كمان فنتكلم عن تاني أكثر نادي وحق بطولات قرية في العالم بعد ريال مدريد والفرق حتى حوال 4 بطولات فنتكلم للأهلي كمان داخل في قصة أنه يبقى أعلى من أنديت العالم حاصول على البطولات القرية إن شاء الله الأهلي كان في فترة من فترات كان هو نادي أعلى نادي في وقت من الوقات فعلاً ولكن ريال مدريد في الفترة الأخيرة فرق ولكن أعتقد كمان الأهلي قادر كمان أن هو سعيد عرشو اللي هو أكثر نادي قاري أو أكثر نادي وقت بطولات على المستوى القرية 11 بطولة أفريقية أو 11 بطولة قرية أعتقد رقم صعب جداً وحتى صعب على أي حد ما يحققه تاني أو حد يوصله في المستقبل القريب يعني الأهلي كالعادة يعني دايماً يبقوا على البطولة دي البطولة على الفكرة كان بطولة صعبة جداً وطولة لو أي حد شاف الأهلي يقولك الأهلي أخره أن هو يصعد من دور المجموعات ويخرج بقى كرة من دور التمانية وده اللي فعلاً كان قريب جداً أنه يحصل لولة طبعاً يعني استفاقة النادي الأهلي في المباراة الأخيرة وقدر أنه هو يصعد عن المجموع ولكن معروف دايماً عن الأهلي أنه هو في الأدوار الإقصائية غير يعني في الأدوار الإقصائية الفريق بيتحول لنادي تاني خالص الفريق كان في دور المجموعات ممكن نقول كالنادي أو فريق بيقدي أداء متواضع ممكن نقول كده من فعل الأهلي كانت قابة خوصانة وأدنى من الخروج ولكن بمجرد صعود الأهلي للدور التاني وبمجرد صعود الأهلي ولعب طبعاً فرق كبيرة زي الرجاء المغربي تراجي التونسي وفي النهاية طبعاً الوداد المغربي ولكن تقريباً التلات مباريات أو التلات مواجهات الأهلي فاز عليهم باستحقاق وجدار شفنا حند التراجي لما يتفوز على التراجي التونسي في تونس بسلسية أعتقد أمر صعب جداً الرجاء المغربي كمان يعد دلاتي واحد من أهم الأندية في أفراقيا لأنه يقدر برضو يفوز عليه الوداد كمان كلنا شوفنا هنا في مصر كده كده الأهلي تفوق وكسب اثنين واحد وهناك تعادل يعني حتى أنت مخسرتش تماماً يعني فبالتالي الأهلي هو في الوقت الحالي هو أفضل فريف أفراقيا على المستوى العناصر عشان كده الأهلي لما يخسر أي بطولة في الفترة دي لأ المفروض لعبته وإدارته وجهازه يزعله لأن دي الفترة المهمة جداً أن تتحق أرقام كلاسية كتير وعلى فكرة ده أمر طبيعي لما يكون فريق مسيطر وهو الأفضل طبيعي جداً أنه يخب كل بطولات القرية وده مش دي مش بدعة ده اللي كان بيحصل قبل كده شوفنا مازمبي مثلاً لما كان وعلى فكرة مازمبي دلاتي مش موجود خالص مازمبي في وقت من الأقل كان أحسن فريف أفراقيا خب جبتنا أفراقيا وربعة شوفنا في أوروبا كمان نشروح بعيد ريال مادريد لما كان أفضل فريق في أوروبا بفرق خد بطولة أوروبا تلت مرات وربعة وده ما تحصلش حتى كتير فبالتالي هو ده وقت العاكي أنت النهاردة طبعاً للأسف الزمالك طبعاً بعيد ونتمنى أن الزمالك يرجع في أرى بوقت ويكون منافس للنادي الأهلي سواء المستوى المحلي أو القري ولكن لحد الوقت ده هو الأهلي أفضل فريق في أفراقيا دلوقتي فبالتالي هو مطالب أن هو يحق أكبر قدر ممكن من بطولات الأفراقيا عظيم ليه قلت هذه البطولة كانت مختلفة شوية أو كانت صعبة مع أن مجموعة الأهلي في البداية كان يقولون أنها من أسهل مجموعة ما هو ده اللي كنت بقوله لك الأهلي في المجموعة حتى على فترة على مدار السنوات اللي فاتت مش بيظهر بأفضل شكل طول الوقت الأهلي في دور المجموعة ما بيظهرش بأفضل شكل ولكن بعد كده الموضوع بيضغير لماذا البطولة دي صعبة؟ لا لأسماب كتير أول حاجة أن كان فيه ضرب الجزاء بس تقطر الطهر دي ركات داخلات اللي كان خرج بالبطول لما كان سانداونز بلعب نهل السوداني فبالتالي كورة في ديئة 90 لو كانت داخل الجون كان علي أساساً ما صعدش عن دور المجموعة بنتكلم أن المباراة نهائية على ملعب الوداد المغربي يعني آه مؤاد دور طبعا الموضوع اختلف عن السنة الفاتت السنة الفاتت كانت مباراة واحدة بس بتحدد البطل وكانت في المغرب فطبعا أكيد الأجواء كانت صعبة جدا ولكن برضو السنة دي الموضوع أنا شايف برضو أنه صعب جدا برضو أنت بتلعب آه مباراة زهاب في القاهرة ولكن مباراة الاياب المحددة للبطل في النهاية هتقوم في المغرب ومعروفة أن مركب محمد الخامس أنهم من أصعب بالملاء في أفريقيا ومن أصعب ملاء في العالم يعني نروح تمر مركب محمد الخامس أكثر من مرة فلعب صعب جدا جمهور الوداد المغربي جمهور قوي جدا وشارس جدا حامل اللقب فبالتالي النادي بيلعب على حفاظ على اللقبه وعنده دوافع كبيرة جدا جدا وعنده فريق محترم وعنده مدارب محترم وعنده قدارة بتدعمه بشكل كبير ولكن النادي الأهلي دايما بيظهر بقى في الأوقات دي الأهلي لما يكون الموضوع صعب جدا ويكون الموضوع معقد جدا بتلاقي الأهلي بيظهر في الأوقات دي ده اللي حصل بمجرد ما الأهلي صعد زي ما قلنا الأهلي يبدأ يروح في حتة بعيدة خاصة حد ما وصل للمباراة النهائية ويقدر يفوز بالبطولة في النهائية بطولة الناس كتير بتصانفها نعمل أصعب البطولات في تاريخ النادي الأهلي يعني الناس كتير بتحب مثلا التسعة يقول لها عشان كانت على حساب نادي الزمالك والكلام دوت ولكن برضو لا الناس دلوقتي بتقول أن البطولة دي بطولة صعبة وبطولة مؤسرة وجات بصعوبة جدا جدا سرشان البدايات كمان كانت صعبة يعني البدايات كانت أحبطتنا وخوافيتنا شوية ده اللي خلى البطولة لها طعم تاني ولكن يعني إحنا دايما يعني البطولات القرية أنا شايف دلوقتي أن الأهلي ورغم الزمالك ورغم أن الزمالك مش في حالته ولكن برضو الزمالك مش بقيد يعني الزمالك على مستوى الأفريقيا لا هو أفضل من فرق كتير جدا جدا في أفريقيا دلوقتي فإن شاء الله الزمالك مع بعض التنظيم وبعض اللي لما يعني استعيد عافيته شوية هيكون منافس قوي برضو للأهلي طيب برضو يمكن من الحاجات اللي شفناها مؤخرا وخليني نقول هي كانت زيادة شو مش أقول جديدة بس كانت واضحة قوي بعد فوز الأهلي ورد دي مباركات العالمية بقى كم الصحف أو حتى من الأندية العالمية مباركتهم للأهلي شايف ده قراءتك لي إيه يعني ده مش أمر جديد ده بيحصل سنويا مش جديد بس كان واضح قوي سنويا طبعا عشان أنت عارفة لما بتبقى بطولة يعني فهمة دلوقتي في الوقت الحالي كل سنة بتتطور السوشيال ميديا كل سنة الأندية حتى في العالم بتخاطب مشجعية في العالم كله الستي دلوقتي مثلا كان من الأندية ما كانش لها مشاجعين كتير في العالم دلوقتي الستي بقى يكسب وياخد بطولة أوروبا فبالتالي بقى لهم مشجعين فأكيد هيبقى حريصة على الناس اللي بتشجعوه في المنطقة العربية وفي مصر كمان بالتحديد فبالتالي أكيد هيبقى حابب أن هو يعني يظهر قدامهم من هو بيشجع أو بيقازر النادي بتاعهم نفس الكلام بقى الأندية العلمية التخليدية اللي هيبقى توجه التحية دي ده أمر تخليدي بين الأندية في العالم كله ولكن الأهل يفوزوا بالبطولة دي يعني أعادت القرى المصرية جزء من باركة حننكلم النهارده المنتخب للأسف ما كانش متواجد في طول الكاسعام الأخيرة الأعلي السنة اللي فاتت أو قرى المصرية ما خدتش بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت يعني الدنيا ما كانتش أفضل مش مشي بأفضل شكل في الفترات الأخيرة دايما كده يقول لك الفوز بيجي فوز والبطولات بيجي بطولات فلما نلاقي النهارده أن فريق خد بطولة أفريقيا وما أدراقها ما هي بطولة أفريقيا بطولة كبيرة وبطولة مؤسرة وزي ما يعني جماليكا بتقول أن العالم كله بيأخذ بواقع بالو منها وبيقدم المباركات فيها فبالتالي أنت خلاص أنت ترجع تاني على الساحة أن أنت أنا بكلم قمص في دلوقتي مش بكلم كالنادي الأهل أن أنت رجعت تاني مؤسر أو قوة كبيرة في كرة القدم الحمد لله إحنا كده كده قوة كبيرة ولكن التدت ترجع تاني لقصة منصات التاتوي دي نقطة مهمة للأسف أنت ما حلفكش التوفيق في بطولة أفريقيا وصبت المباراة النهائية ما حلفكش التوفيق في كاس العالم وبرضو في المباراة الفاصلة النهائية قدام السنغال وكانه تقريبا كل المؤجهات للأسف قدام السنغال فبالتالي كان عندك سوء توفيق كان البطولة دي برضو يعني برضو بجانب طبعا يعني قوة النادي الأهلي كان فيه توفيق فبالتالي التوفيق رجع لك ورجعك تاني منصات التتويق فالتالي تفكر بقى بتفكير مختلف خالص في فترة جاية إن شاء الله ممكن يعني تستفيد من الموضوع ده أن أنت تبني عليه وتاخد بطولات أفضل طيب إيه اللي خدم الأهلي من وجهة نظرك فاز البطولة؟ لا حاجة كتير حاجة كتير أول يعني أول حاجة اللي خدم الأهلي هزيمة صندونز يعني الفريق تعرض لصدمة كبيرة جدا إن انت تتغلب من فريق زي صندونز بخما سيئة تاني يعني في كام سنة بتتغلب من فريق بخمسة مرتين دي شك للجيل الحالي لأ吃هزى مرتين من صندونز بخما سيئة والأهليмотр خمسة فكان زي بما سابد عارف انت لما تحس بصدمة كبيرة بس الصدمة ما توقعكش، صدمة تفوقك الصدمة تخليك تحس ان انت محتاج تعود جمهورك، تعود نفسك تدافع عن نفسك انت كلعيب، لان انت كلعيب ممكن تحكم على نفسك بالنهاية ولكن مباراة سانداونز كان لها دور أو عامل السحر في وصول الاهلي للنقطة دي يعني برضو قصة ان كل حاجة لابت لصالح، زي ما قلت لك قطر الطاهر وضربة الجزاء اللي ضاعت والنتائج لابت في صالحك، فبالتالي انت شايف ان التوفيق معاك لانت ممكن لو ما كانش توفيق معاك، كان ضربة الجزاء دي دخلت كنت خرجت من دور مجموعات والموضوع خلص دي بتتحس دايما لما تحس ان كان فيها عراقيل والعراقيل دي تحلت، فانت تحس كده بقى رياحية تقول لا، دي ماشي يا معاك، بطولة دي بتاعتي اه، الله ينور عليك لها من الاول كده بطولة دي بتاعتي، فبالتالي بتلعب وانت عندك ثقة ان متسهلة فدي برضو نقطة تانية مهمة جدا، ثالث حاجة خليها معترفين، ان مستوى الفرق في افريقيا دلوقتي مش في افضل شكل يعني دلوقتي الفرق الافريقية مش في اعلى او مش في افضل حالته، دايما الفرق اللي بتمثل قوة جبيرة تراجد تونسي مسلا، فين تراجد تونسي؟ بعيد جدا هنقول الزمالك، انا متكلم طبعا باخلاف الاهل يعني، بنقول الزمالك، الزمالك برضو في الفترة دي بعيد، منتكلم مسلا عن مازملي بعيد، بنتكلم عن سانداونز، من سانداونز الوداد خرجه ممكن كان هو المرشح الاكبر للفوز وببطولة، ولكن الحمد لله الوداد هو اللي خرجه حتى الوداد المغربي مش في افضل احواله، احنا لو شفنا ورجعنا المباراتين كده بشكل يعني في تحليلي شوية، لا الوداد مش في افضل احواله، الوداد بتاع السنة اللي فاتت بس خلقا اقوى من كده، مع وليد الريتراكي المدير الفني بعد كده اللي هو فاز معهم بدور الابطالة الافريقية بكده، انتقل لتدريب المنتخب المغربي، طبعا حق يعني نتاج مبهرة مع المنتخب المغرب في كاس العالم طبعا زي ما شفنا يعني، فبالتالي انت عندك حاجات كتير بمؤسرة هتقول لي، وفي حاجة اخرى مهمة ما نسايا، شكولر، احنا النهارده ايه اللي اتغير من السنة اللي فاتت للسنة دي، اللعيبة هي هي، نفس الملعب ده على فكرة الاهلي خص فيه طولة افريقيا سالفات، هو هو، نفس الملعب بنفس عدد الجمهور بنفس العيبة هنا وهنا كل حاجة، الحاجة الوحيدة اللي اتغيرت على المنصبها الفاني دلوقتي انا بتكلم هو كون، هو كان قتعة شطرنجل لناقص، كان دائما يقول لك اللعيب الفلاني، كان دائما يقول لك، لا، كان دائما يقول لك، أصل اللعيب الفلاني هو لناقص النادي لأي تشكيلة النادي لأي لأ أنا شايف أن أكبر صفقة الأهلي عملها هو كولر مع العلم أن أنا من الناس اللي بتحبه المسلماني يعني أنا مش مختلف مع مسلماني المسلماني الراجل جي في فترة صعبة عمل نجاحات خب بطولة أفريقيا راح كاس عالم أندية يعني الراجل عمل نجاحات محد شينكر ده فبالتالي كولر بس كولر لأ الموضوع مختلف تماما راجل عنده اقتزان كبير كدا راجل عنده خبرات كبيرة جدا جدا كانوا يمثلوا عمق كبيرة على النادي لأي دلوقتي هم نجوم النادي لأي صح نبالك مفكر في الخلاص من بعض الله ينورى عليك مش لدرجة الخلاص بس لدرجة أن كان فيه لعيبة كل ما يلعبه كانوا بتعرضوا لضغوطات كبيرة جدا من الجمهور وأن هم بيقدوش بأفضل شكل تعال نرجع الكلام من ورا ونتكلم عن محمد هاني ماذا الانتهاكات اللي كان بيتعرض لها بصراحة حسين الشحات حسين الشحات الله ينورى عليك بتتكلم في اليو ديانج كان في المستوى كان قعد في عليا والديكا고 ما كانش بيقدم بأفضل Lun-Coff بيرستاو بيرستاو اللي عيد بتاعه يعني اللي جاب بيرستاو النادي الأهلي هو موسيماني شوف بيرستاو مع موسيماني وشوف بيرستاو مع كولر الموضوع مختلف تماما كهرباء اللي كان موسيماني طالب أنه هو يرحل عن النادي الأهلي يعني لدرجة ان كابتان محطن صالح عضو لجنة الكورة بالنادي الأهلي قال له خلاص أنت شوف مصلحتك من منشوف مصلحتك لأفضل مهاجم في مصر، وخلي بالك، هتقول لي ده مش منكولر، لا منكولر، أقول لك ليه، الراجل ده جي وكان كهرباء مقوف، يعني كهرباء ما بلعبش مطشط، كهرباء بمجرد لعب يتضرب قدامه، ورغم كده أثار على وجوده، وقال لهم لأ أنا عايزهم محتاجهم، ده يدل على إيه، ده يدل إن الراجل مش بياخد باللقطة، أو مثلا ده ده لعب كم مطشو جاب كم جن فسابه، لا، ده هو راجل من التدريبات، شايف إنه هو واحد من أهم الل دعيبة، وشايف إن هو يستحق للسلمان في النادي الأهلي، عشان كده أوصى إدارة النادي الأهلي بإيه؟ بالإبقاء عليه، وإن هما يشوفوا إيه المشكلة بتاعته وتتحل ويغط، فبالتالي الراجل كمان عنده نظر، كما يشوف لعب زي كهرباء ده ونشوف بقى كهرباء عمل إيه بعد كده، كهرباء ليه دور كبير جدا جدا في فوز الأهلي بطولة دورة أبطال أفريقيا، كهرباء ليه دور كبير في فوز الأهلي أو اقتراب فوز الأهلي بطولة الدورة العام، هو ودلوقتي نجم الفريق وهدف فريق من أحد هدفين الفريق، فبالتالي دي بردو حاجة تحسب لكم، لا موجود كمان استشاريين نفسيين وخبراء نفسيين دي كان دي نقطة مهمة جدا الحقيقة، يمكن هي دي اللي ساعدت في تجاوز اللعيبة فكرة الضغط النفسي اللي طول الوقت كانوا بيتعرضوا له بردو، بص يا جمال يا بردو أنت كلمتي في نقطة مهمة جدا لأن هي نقطة كان دايماً للأهلي بيفتقد، إيه هي؟ إن أنا النهار ده مثلا، مصر كلكا بتفتقدها، الكرة مصرية، أ أقول لي كمان في حالة على أرض الواقع، إيه هي؟ إن دايماً أنا كنت قريت مثلاً الطبيب النفسي، بيعمل حاجة مهمة جداً، بيقول اللعيب النهار ده إنت لو دخل فيك جون في وقت مؤثر وقدام الجمهوردة تعمل إيه؟ لو كنت متقدم تعمل إيه؟ في أي ظروف تانية، لو اللعيبة دي مش مهيئة نفسية، وده في لقطة مهمة جداً في المباراة لو كنت تفرجت عليها بشكل دقيق، محمد عبد المنعم والفريق مهزوم واحد سفر، وفي وسط لو تفتكوا الشماريخ والملعب لما و وكده، خلاص فاضل حوالي عشرين دي أو لم تش يخلص، واحد سفرت يعني معناها للوداد آآ فاز بالبطولة، الرجل قال ليه يبقى فوقه، يلا وهنقدر وهنعمل، حمد عبد النفس هو اللي قدر يجيب الجون، ده ده دكتور طبيب نفسي، إن أنا النهار ده وإنت مغلوب وإنت مهزوم وداخل فيك هدف والظروف صعبة جداً، وجود ضغط حواليك، ضغط حواليك، وحاسن البطولة بتبتعد، رد فعلك بيبقى هي، رد فعلك بيبقى كده، إن إنت لا هنكسب ولأ هنجيب، هو ده اللي حصل، فده ما نقدرش نحفل طبعاً دور الطبيب النفسي، طبعاً دي نقطة مهمة ومؤسرة بشكل كبير، وتخسب لكل، طبعاً، كل تأكيد، طيب إحنا يعني أنا طبعاً سعيدة جداً بأرقام الندي الأهلي، بس أنا دايماً بحب أبص لمبعد الأرقام، يعني أنا ما بحبش أقف عند الانتصارات فقط، أنا بشوف إيه اللي أقدر أبني عليه، فبالتالي لازم أرجع خطوة الوراء، أبص من بايد، أشوف إيه نقاط الضعف اللي عندي عشان أقدر أتجاوز وحق انتصارات أكتر وما أقفش عندها، إحنا النادي الأهلي المفروض خلاص حركة سلام الأندية، ولازم يكون عندي أبني كده، فريق أقوى كمان، مؤهل أكتر، وكون عارف نقاط ضعفي كويس جداً عشان أقدر أحلها، عشان إحنا محتاجين نشوف النادي الأهلي في أفضل شكل ممكن، وخلينا وقعين زي ما قلنا نفس اللعيبة، نفس المدير الفني، نفس كل حاجة في بداية نفس البطولة، الأداء ما كانش في أفضل حال وحسب حديث مارسال كولير حتى أخيراً بعد مباراة الوداد قال إنه هو مش الأداء اللي هو كان يعني متوقعه بشكل كبير، اللعيبة لسه عندها أكتر، المباراة ما ابتدتش زي ما هو كان متخيل، ولكن اللعيبة عملت التقدر وإحنا فوزنا، والمهم الناس في الآخر بتفرح طبعاً بالأرقام وبالنتائج وبالفوز، بس أنا دلوقتي مش بكلم على الفوز، أنا بكلم على الأداء يعني بصي أقولك على حاجة، يعني ممكن نتكلم في الأداء ده لما نكون بنتكلم في الدوري أو بنتكلم في بطولات يعني قليلة أنا الشيء، أنا أنت طبعاً كلامك مزبوط طبعاً، بس أنا بتكلم على قصة إننا نيجي نقول النهاردة أصلاً أداء الأهلي ما كانش أفضل شكل وهو واحد بطول الدوري أبطال أفريقيا، كلام ممكن يكون على عرض الواقع مش هينفع مش هينفع مستحب دلوقتي أصلاً كنا نتكلم عن مدير الفني؟ لا لا، أنت تكلم عن نقطة مهمة تانية، ما النقطة دي مهمة في حاجة تانية أنت النهاردة راح على بطولات أقوى، يعني راح على بطولة كاسة عامل أندية، فبالتالي أنت ممكن يكون ليك طموحات قدر أنت النهاردة أعلى يعني مركز وصلت له بطولة كاسة عامل أندية في مشاركتك السابقة كان المركز الثالث فبالتالي أنت دلوقتي حلمك الصعود لمبوران هائية على الأقل أنت تصعد لمبوران هائية أو تفوز طبعاً بالبطول فبالتالي هو ده الحلم بتاعك، هتقولي لي الحلم ده أو التفكير ده محتاج إيه؟ أو طبعاً محتاج شغل على الأرض قوي جداً جداً على مستوى الصفقات، أنا عارف أنت أكيد عايز أتروح للجزئية دي، مظبوط هل الأهلي شايف دلوقتي أنه واخدت بطولة ويرتاكل لكده؟ لا طبعاً، أنا بقولك أنه والأهلي بلعب نهاية دورة أبطال أفريكا في جزء أو قطاع دخل النادي الأهلي بفوض لعيدة والأهلي بلعب النهاية يعني أو في وقت ما الأهلي بلعب النهاية يعني الأهلي نادي محترفه نادي يعني عنده كوادر مهمة جداً عارف يبتعمل إيه كويس جداً بعد كده وتفتكرموا ليكا يعني أكثر من لعيب كان المفروض يتعاقب معه حتى كان جاب لعيب باسمه يعقوبه في فترة الانتهالات اللي فاتت ولكن يعني لما جاء عمل اختبار طبي ما نجيحش فيه فبالتالي كده كده فكرة ان انت جيبت مهاجم أجنبي دي فكرة مش في الحزبان لا ده على أرض الواقع حصلت وانت كده كده شايف ان انت لازل تجيب مهاجم أجنبي ومش أي مهاجم أجنبي مهاجم أجنبي يكون فارق وكلر كمان من المداربين اللي هو لا يقبل بأنصاف الحلول لما جيت قال له مثلاً أنت هجيب موليك أنا عايز موليكا أوكي طيب موليكا مش متاح فاخد عبصانت وعبصانت ده هو شايفه مش خيار مهم أو مش هيمثلي إضافة لها مش عايزة وعملها في أكتر من مناسبة وأكتر من اللعيب الأهلي كان خلص تقريباً يخلص معاه بعد موليكا أو بعد مرسنه أو بعد يعقوبه الأهلي كان تقريباً يخلص معهم ومخلص معهم كل حاجة ورجل قال لهم لا مش عايزة هو بالنسبة له صفقة يعني اللعيب بيجي لعب أساسي يعني اللعيب يمثلي إضافة كبيرة على المستوى التشكيل زي مثلاً ما بيحصل دلوقتي مع مرآن عطي الراجل جام مرآن عطيه وكان مقتنع بيه دلوقتي مرآن عطيه واحد من أهم اللعيبة في مصر يعني أنا بشوفه إنه مش أهم اللعيبة في الأهلي بس لا من أهم اللعيبة في مصر كلها فليه؟ لأنه هو الراجل مقتنع بيه وشايف إنه هو هيجي هيعمل للدور ده الأهلي برضو في الصفقات هيعمل كده مفيس صفقات نص ونص هتيجي لا يا لعيب هيجي يمثل إضافة يا ما يجيش أساسي منوفر فلوس وحس تمام طيب تقييمك لمنزومة الكرة في الناد الأهلي من إدريين ووفنين والعيبة؟ مفيش منظومة يعني تقدر تديها تقييم كامل حتى وإحنا هو بنتكلم والأهلي ياخد البطولة الأهلي هو ياخد البطولة في أخطاء طبعاً بس واضح إن الحاجات الصحية التي تعمل أكتر دي من لازم نعترف بيه ما النهاردة وهو ليه الأهلي دلوقتي هو اللي بياخد البطولات أفريقيا وليه الأهلي في آخر أربع سنين أربع سنين وياخد البطولات أفريقيا مرات وفي آخر أربع سنين ساعد للنهاية أربع مرات ليه؟ ده أكيد مش منفرات إدارة شغالة لين ونهار إدارة بتحاول توفر كل حاجة لفريق القورة بتحاول تعمل أفضل حاجة أرقام كبيرة جداً هتقولي أرقام كبيرة آه طبعاً الأهلي من الأكتر أندي للتصرف بس الأهلي برضو خلي بالك لأهلي عنده شعبية وجمالية كبيرة على النهاردة عندي شعبية تصل لـ 70-80 مليون هلق بقى فكري كله استثماري أسأل حاجة على الأهلي إنما يجي عرض مثلاً لواحد زي حمدي فتحي يوافع على بيعه أو يجي عرض لمحمد عبد المينامي يوافع على بيعه وعلى فكرة هيكسب فلوس كتير وممكن ياخد الفلوس دي ويشتري بيها لعيبة تانية بس هو بالنسبة له ده ريزك إن أنا ممكن أبيع حمدي فتحي ما قدرش أجيب لعيب بنافس المستوى أو ممكن أبيع مثلاً قهربة ما قدرش أجيب لعيب بنافس المستوى فبيبقى تفكير إدارة النادي الأهلي الأساسي هي دي بقى النقطة محمد لهم تكلم فيها فكرة إنه يمكن إدارة النادي الأهلي مدركين لفكرة أهمية النادي الأهلي بالنسبة للجمهور وزي ما أنت قلت كلمة مهمة جداً هو كيان وإحنا المبنيين نتكلم على نقطة ضعف في الأهلي إحنا مش بنقصد إن إحنا نسلط الضوء على نقطة ضعف بالعكس يمكن إحنا نحاول نشوف إيه اللي نقصنا عشان نقدر نكمله إحنا فعلاً حققنا فوز محتاجين نوصل لفوز أكبر وأكبر وأكبر كلمك صح مليون المئة بسببك كلمك صح هو كلامك مظبوط طبعاً إن إنت في عز ما أنت كاسبانة وفي عز ما أنت في نشوة الانتصار بتفكري في اللي جاي طبعاً دي ممكن إحنا تفكير النجاح أنا بشكر حضرات جزيل شكر طبعاً محمد رائي الناقد الرياضي نورتنا في سبعة ثلاث شكراً جزيلاً إلي شكراً جزيلاً إلي